لا يكوشير وصلي على الحبيب البكيديم في غضب في المغرب الشقيق من محمد الشيبي أو على محمد الشيبي أو قلقانين على الشيبي لا يتوقف الأهلي خلاص وصل للمسؤولين هناك وفي تصريح للأستاذ فوز الأقجع في هذا الإطار أنه هو تهديد الشيبي بالإقاف لو الأهلي صعد الموقف للموضوع الاتحاد الدولة والاتحاد الأفريقي لو صعد النادي الأهلي اللجوء الشيبي للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولة هيتوقف هيتوقف عن اللعب فالناس في المغرب زعلانين والأنين خاصة أستاذ فوز الأقجع رئيس الجامعة المغربية لقرة القدم ووزير المالية في الحكومة فالأنين حصل تواصل مع مسؤولين من النادي الأهلي هتصعدوا ولا تعملوا إيه إحنا بنحبك وإحنا بنحترمك وإحنا بنقدرك وهكذا يعني النادي الأهلي أبلغ الجانب المغرب أنه لن يقوم بالتصعيد القاري والدولي مع محمد الشيبي وأبلغ أيضا الجانب المغرب أن النادي الأهلي عقب لاعبه حسين الشحات أربع عقوبات قبل صدر عقوبة اتحاد الكور عقبه أول حاجة الاعيب اعتذر في لحظتها ده واحد اتنين تم خصم 300 ألف جنيه منه وهي غرامة مالية كبيرة تلاتة تغريموا تغلزوا العقوبة إلى خمسة إلى أربعين مليون سوري تغلزوا العقوبة إلى خمسمة ألف جنيه أربعين مليون أن الاتحاد المصري اللي كرة القدم عقبه وفقا للأيح هتجي تقول لي مباراتين دول ضعافة أقول لك آه ضعاف ضعافة على صفعة الألم هتجي تقول لي بالزبط كده إحنا اللوايح عندنا عجزة يعني لما أنا لعيب جمهور بيضرب في بعضه وهيموت بعضه المصري والإسماعيل يقول 100 ألف جنيه والغياب 6 مباريات وخمسة كده يتمنعوا ماذا الحياة ولا كم سنة 6 سنين ما ينفعش ما ينفعش اللوايح يجب أن يتم تغلصها ليه من أجل الانضباط في الملاعب وخارج الملاعب وفي المدرجاء ما ينفعش طب هتجي تقول لي العقوبة قليلة هي دي اللي مكتوب في اللاحة يا بيه الناس في تحاد القورة عملوا الإقاف مباراتين وعملوا الغرامة المالية ماشي طب الأهل الأهل عمل أضعاف الغرامة دي 25 ضعف كان 20 ألف جنيه لعمل 500 ألف جنيه 25 ضعف ماشي 25 ضعف النادي الأهلي ليه لأنه يدرك حجم الخطأ اللي وقع في حسين الشحان لكن هتجي تقول لي بقى تعالى نروح للنيابة هقولك لا هحمل اللاعب بتاعي ليه لأن ده أصلا مش رياضة الرياضة ما بتقولش كده ولو ويح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي ما بتقولش كده فساعتها لازم أحمل المدة غابت السبب في الاتحاد الكورة يا بيه مش في النادي الأهلي عشان بس أنا شايف فيه شوية أهل إعلاميين ما بفهموش حاجة يقولك الأهل تأخر في شكوته لأن الأهل أصلا تأخر في شكوته لما لقى الناس في التحاد الكورة يقول لأ لأ هنكلم ويسحب الشك لا لأ ما ينفعش الكلام ده لا هنكلم بتوعب الرمز وما حصلش حاجة لما لقوا فيه ألن رفقيل منور يا ألن انت ويوسف فؤاد ومحمد أنور محمد الجزار سوري يا شي فانت لما لقوا فيه خلاص بقى يعني إصرار على اللجوء للمحاكم وإصرار على اللجوء على النيابة العامة وبدأ يبقى فيه إجراء وبدأ وعود المسؤولين في الاتحاد المسل قرد قدم بأنهم هينهوا الملف ده مع اللاعب وما انتهاش الملف خلاص يا عم نخش بالموضوع بجد لكن لا يعيب الأهل أنه تأخر في رد الفعل اللي يعاب عليه اتحاد الكورة ساعة ما يفترق نمى إلى علمه يكلم الناس راح النيابة يكلم الناس وياخد إجراء يعمل بيان إعلامي لكن الناس اتحاد الكورة ضعيفة مش قادرة تعمل حاجة لازم كان يبقى في يوم بيان إعلامي على طول من الاتحاد مثل قرد قدم وخطاب ليه بيرامدز بدرود سحب الشكوى وإلا سيتم تطبيق اللوائح المصرية والدولية عليهم بسبب اللجوء لكن أنا سيفهم كده بس ما يجليش واحدها بيقوله استضربوا بالقلم يا ابن اللوائح ضعيفة بالضبط كده زي اللي حصل مع المشاغبين في مباراة المصري والإسماعيل لازم أغلز ودي دعوة لأستاذ جمال علام والنايب أحمد دياب إلى تغلص العقوبات في المصم المقبل ما ينفعش ما ينفعش بقال اللوائح بهذا الشكل لكن النادي الأهلي هو اللي عمل 25 ضعف عقوبة اتحاد الكور 25 ضعف عشان بس الناس اللي عملت لهم مع النادي الأهلي أصلي انت باللعب ياخد حقه إزاي إعلاميين مش عايز أسخر أسمعهم لسه مسلم عليهم في دبي ومش عاوز أحرجهم يعني إيه انت بتكلم في إيه أصلي مش عارق إزاي يا ابني ما حدش قالك إنك انت إن دي عقوبة منطقية ولا حد دفع عن العقوبة ولا حد قال إنها كافية لكن اللي عمل اتحاد الكورة الأهلي عمل 25 ضعف فأوعى تجرؤ إنك انت تتلومي النادي الأهلي النادي الأهلي هو نادي المبادئ والقيم في مصر هو اللي عاقب اللاعب هو اللي غلص عليه العقوبة واللعب نفسه أدرك إنه أخطأ لكن هتيجي تقول نيابة ومحاكم دي ما لاش علاقة بالرياض هيتم التطبيق اللوائح الرياضية عليه فالناس في المغرب منزعجة وصل إليهم تطمينات من الكابت المحمود الخطيب لحده في النص يعني أنا بريد اللي في النص يعني ماشي أن الأهلي لن يلجأ إلى الكاف أو الفيفا باحتراما وتقديرا للشعب المغرب العظيم ولما يقوم به الأستاذ ففزو الأخجة من رعاية واهتمام لبعث تنادي أهلي في أي تواجد في المغرب الشقيق بل قال لك لا 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 إحنا عمرنا ما نقذ منتخب المغرب ولا عمرنا نقذ أي شيء مغرب إحنا بنجي عندكو كأننا في بيتنا ولا ينسى كابتن الخطيب للأستاذ فوز الأخجة في مرضه أثناء كاس العالم قبل عام تقريبا أنا كنت موجود ست أطباء جولوا من المستشفى العسكري في الرباط وخدوه على المستشفى كان عنده كورونا وإحنا كنا بيقول بارد ماشي ومنتقى الاهتمام ومنتقى الرعاية وبرضو لما كسبنا الوداد سبك من اللي بحصل في الملعب بره الملعب كل الاحترام وكل التأدير فبالتالي الأهلي هو اللي عاقب اللاعب بتاعه مش موافق على تصرفاته لكنه يحمي اللاعب بتاعه من أمر غير رياضة تم اللجوء إليه الناس بقى اللي على الهواء ومسكين الميكروفوناته على شاشات ما بيقولوش ده يقولك يعني ضميري مش مرتاح أصلا ما فيش منطق ما فيش منطق قولي التحاد الكل يغلص العقوباء ما هو ما فيش منطق إن جمهور الإسماعيلي يشد واحد من الناد المصر الشاب من الناد المصر يبقى هيموته ويفطسه ماشي وفي الآخر نقول منعوم كم مباراة أو غرابة مئة ألف جنيه لا طبعا ما فيش منطق ده اللي ما فيش منطق إن اللواقع ضعيفة يجب أن تغلص في الاجتماع الجمعية العمومية قوية للاتحاد المصر كورت قدم لكن الأهلي يحمي لعبه من اللجوء لما هو غير رياضة عارف لو هو لجأ للاتحاد الدولة كورت قدم يقول عاوز عقوبة أشد أو لجأ للمحكام الرئيس الدولية أوكي لا حالة من التشفي والغل تجاه المسؤولين في ناد الأهلي فعايزة تعمل أي حاجة تدائق بها المسؤولين في ناد الأهلي فبالتالي بتقول أي حال أي كان اللي حصل للشحات ما فعله الشحات غلط وهو أقر بيه والأهلي أقر بيه لكن اللي بيحصل مع الشحات دلوقتي غلط برضو فالأهلي بيحميه وهكذا يعني طيب